انسحاب للقوات خلال أسابيع واستعداد للبحث في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة مهلة مفتوحة وضعها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث في معرض حديث له عن تطورات الوضع الذي يهيمن عليه الجمود في مدينة الحديدة ففي أحدث مقابلة صحفية له أجرتها معه عبر الهاتف وكالة رويترز جاء حديث غريفث كعادته خالية من التفاصيل فيما يتصل بطبيعة الانسحاب المرتقب للقوات المتقاتلة في الحديدة سوى أنه أوضح أن فرقا من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة التي ستطلع بمهمة فحص السفن الرأسية في الموانئ باتت جاهزة للانتشار وأن مراقبين وموظفين آخرين من المنظمة سيدعمون سلطات الجمارك والموانئ لكن مصادر أوضحت لرويترز أن المرحلة الأولى ستشهد انسحاب قوات جماعة الحوث من موانئ المدينة وانسحاب القوات الموالية للحكومة من بعض المناطق على مشارفها وفي المرحلة الثانية سيسحب الطرفان قواتهما لمسافة ثمانية عشر كيلو مترا من المدينة كما سيتم سحب الأسلحة الثقيلة لمسافة ثلاثين كيلو مترا انسحاب كهذا كان مقررا أن يجري في السابع من شهر يناير الماضي لكنه توقف بسبب الخلاف على الجهة التي ستتولى إدارة المدينة وحينما سئل غريفث في المقابلة ذاتها عما إذا كان قد جرى حل المشكلة أوضح بأن لدى المنظمة الدولية أفكار بشأن سبل تسوية الأمر فيما يتعلق بقوات الأمن المحلية لكنه استدرك بأن ذلك سيعود إلى الأطراف الممثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة ريوليس جارد فيما يخص الحل غريفث أقر بأنه الفريق الأممي المعني بالحديدة يستهلكون قدرا كبيرا من الوقت بشأن هذه المدينة التي أكد أنها توثل المدخل لتسوية شاملة ما يجعل الفشل في هذه المدينة ليس مطروحا كخيار لأن هدف الاتفاق الذي سيحل الصراع وسينهي هذه الحرب هو إعادة حكم اليمن إلى السياسيين وتمكين الشعب من تشكيل حكومة قابلة للمحاسبة وفقا لغريفث أربعة أشهر مضت على إنجاز تفاهمات السوكهولم ولم يتحقق منها شيء حتى الآن سوى أن المبعوث الأمم يبقي على باب الأمل مفتوحا على حل وشيك ومحتمل طال انطباره في ظل مؤشرات جادة على أن طرفا على الأقل في معادلة الصراع كالحوتيين ليس مستعدا لتقديم تنازلات بحجم الانسحاب من آخر مدينة بقيت تحت نفوذه على ساحل البحر الأحمر